الراجل اللي بيقرر ان يتجاوز ستة اكبر منه له حرام ولا عيب ولا غريبة يا راجل ليه ايه ده انت يعني من قلة البنات الصغيرين هو ما بقاش غريبة ولا بقى عيب ولا بقى حرام ولا بقى اي حاجة خالص الموضوع في الحب والاحتواء والاحتياج الراجل ده بيدور على حاجة ما لقهاش في الستة الصغير ما لقهاش ما لقاش نفسه على فكرة ومش شرطة تبقى حاجة بعينها هو ممكن يكون ما لقاش نفسه هو مع الستة دي لكن لقى نفسه بيعرف يضحك بياكل بيشتغل بينجح كل حاجة حلوة في حياته مع اللي اكبر منه مع اللي حبها بجد فالموضوع دلوقتي بقى طبيعي جدا حتى الشباب الصغيرين يعني اللي لسه عندهم عشرينات يعني اللي لسه بيقولوا يا حياة لما تيجي تسأليه او تشوفيه في النادي مثلا تلاقيه مصاحب بنت مثلا او مرتبط ببنت اكبر منه نظبوط تلاقيه مثلا لما بيجي يفكر وقولك لا اصلا انا او اشتغل كذا لا طب ما تتجاوز او لا 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 ده تتجاوز بعدين وبعدين البنات دماغة خفيفة كده وتفع يعني تحس ان الشباب فجأة اللي هو ما بقوش يجروا وراء اللي هو البنت بقى الكيوت قوي ايوه بس ازم يكون في وعي برضو ايوه ما في وعي احنا ما ينفعش نمنع ده ونقايد ده بس هل البنات الصغيرة دماغة راحت في حتة تانية مش عجبة الشباب مثلا لا هم عايزين ياخدوا الموضوع بقى بالراحة يعني مش عايزين يخش في مواضيع من كتر الطلاقات والمشاكل الزوجية الكتير فاللي هي نتجة عن السن الصغير دي فقولك ايه اخد حد مثلا واعي شوية ناضج شوية يبقى بحيث ان انا نتفادى المشاكل اللي بتحصل والخلفات اللي بتحصل دي ترجمة نانسي قنقر